موسيقى استقبل وزير الطاقة يوسف يوسفي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية الاثنين من قبل الوزير الكولومبي للمناجم والطاقة توماس جونزاليس استرعدا أين سلمه رسالة من الرئيس بوتفليقة إلى نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس بخصوص وضع سوق النفط وحسب بيان لوزارة الطاقة فإن رسالة الرئيس بوتفليقة تندرج في إطار المساعي التي بادر بها لدى نضرائه من الدول المنتجة للنفط والمتعلقة بالوضع الذي تعرفه حاليا أسعار المحلوقات وكذا تعزيز آفاق الشراكة الثنائية مع التأكيد على التعاون في مجال الطاقة موسيقى قرر عمال مؤسسة تسيير مصالح ومنشآت المطارات المكلفة بتسيير مطار الجزائر الدولي إنهاء ضرابهم الذي شرعوا فيه يوم الأحد تنديدا بتجاوزات المدير العامل المؤسسة وذلك بعد اجتماع ممثليهم مع مسؤول من وزارة النقل هذا واكد العمال أن الإضراب يمكن أن يستأنف إذا لاحظوا أن مطالبهم لم يتم التكفل بها بشكل جديد حيث أدى هذا الإضراب الذي دام يومين إلى إحداث إضطرابات في حركة النقل الجوي على مستوى مطار هوارب مدين الدولي متسببا في إلغاء عديد الرحلات موسيقى أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوظياف أن الحكومة تسعى إلى جعل الجزائر قطبا هاما لإنتاج الأدوية بالنظر إلى الاستثمارات العمومية والخاصة المباشرة في البلاد كما ذكر الوزير عقب لقاء مع وفد أمريكي بقيادة مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالتجارة والصناعة ماركوس جادوت بتوقيع العديد من الشركات الأمريكية في المجال الصيدلاني على عقود مع الصيدلية المركزية للمستشفيات وبعض الشركاء الجزائريين الخواص مضيفا أن الطرفين أبرزا أهمية التكوين في هذا المجال خلال الاجتماع الرفيع المستوى الجزائر البرتغال الرابع الذي ترأسه كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره البرتغال بيدرو باسوس كويلهو وقعت الجزائر والبرتغال على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال النقل تهدف أساسا لتطوير فرص الشراكة بين البلدين في مختلف مجالات القطاع من خلال تعيين فوج عمل مشترك مكلف بمتابعة وتقييم وتحيين فرص الشراكة بين البلدين في مجال النقل البحر والجو والبر هذا وقد قيم وزير النقل سابقا كلفة المشاريع البرتغالية بالجزائر في مجال النقل لا سيما في السكك الحديدية وتراموي والميترو بنحو 31 مليار دينار جزائري تراجه تسعار النفط إلى دون 60 دولار للبرميل بالنسبة لمؤشر برانت بحر الشمال لتسليمات شهر أفريل المقبل بفعل الارتفاع المتواصل للعملة الأمريكية الدولار مقابل العملات الرئيسية بالخصوص في ظل بقاء المؤشرات الأخرى دون تغيير لا سيما فائض العرض مقابل نمو متواضع للطلب يبقى الدولار من بين العوامل المؤثرة في سعر النفط حيث تسبب ارتفاعه في عديد المرات بانخفاض سعر البرميل فمنذ ثلاثة أشهر والدولار يعرف منحا تصاعديا مقابل الأورو الذي سجل أدنى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات فيما تدنى سعر النفط إلى مستوى 59.33 دولار للبرميل في انتظار الكشف عن التقارير الثاني لمنظمة أوبك للسنة الحالية